السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد بلقائكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة في هذه الحلقة سوف نكتشف معا منصة جديدة تابعة لكرياتي فابريكا ومنصة ستوديو هذه المنصة في هذه الحلقة سوف أحاول أن أحيط بجميع جوانبها في وقت قصير جدا لا أقض الكثير من وقتكم في نفس الوقت أعطيكم فقط المفيد طبعا كما تعرفون جميعا أنا في حلقاتي عندما أتطرق إلى أي أداة مهما كانت تلك الأداة فأنا أتطرق إليها من خلال أو من جوانب البيزنس سواء الـ Brand on Demand سواء الـ Digital Products سواء الـ Services إذن أنا عندما أشرح لكم أي من الصمامة كانت في هذه القناة فأنا أشرح لكم من هذه الجوانب من جانب البيزنس فقط لا تهموا من الصبيحة لذاتها إن لم أكن سوف أستفيد منها في البيزنس الخاص بي على بركة الله بدون إطالات كما قلت لكم المنصة تم إطلاقها حديثا لدرجة أنهم كما تروا معي توجد فقط خاصيتين خاصية ستوديو نفسه طبعا ستوديو لكي أشرح لكم بالضبط أو بما الذي يقصدونه بهذه الكلمة بكلمة ستوديو بكل بساطة أنه مثل الفوتوشوب مثل كانوا مثل الخاصة بـ Adobe Express وأيضا الخاصة بـ Bing هذا كل ما في الأمر هذا الذي يقصدون به لأنهم لديهم يعني في السابق كما تعرفون Creative Fabrica كانت عندها أداة لتوليد الصور عن طريق الذكاء السماعي فيما بعد الآن قاموا بإطلاق هذا الستوديو الذي هو خاص بتحرير الصور أما الأوبشن الثانية الموجودة هنا لحدود الآن وهي Creative Fabrica Spark Victorizer طبعا سوف أريدكم بكل هذا ما معنى فيكتوريزر وكيف نستطيع الاستفادة منه كما ترى معي Comic Zone أيضا يعني المنصة جديدة ما يزال هناك أشياء كثيرة يجب أن يقوموا بإضافةها الرابط سوف أتركو لكم في صندوق الوصف إذن دعونا ندخل إلى Creative الآن إذن هذه هي وجهة الهوم أو وجهة البدء كل ما في الأمر أننا سوف نضغط على Added New Design كما ترى معي عندي هنا بعض المقاسات الموجودة By Default طبعا نحن غالبا لا نستعملها مثلا في Amazon KDP نستعمل طبعا نحن نعمل دائما بوحدة القياس Inches أو Posts باللغة الفرنسية أو Inch بالإنجليزية إذن نقوم باختياره إذن هذه المنصة تدعم الإنش هذه نقطة إيجابية أعجبتني سوف تسهيل العمل كثيرا دعونا نعطيه مثلا ثمانية نقطة خمسة في إحدى عشر هذا هو الأنتير الخاص بـ Coloring Book Create New Design إذن هذه هي وجهة العمل كما ترى معي هنا يوجد أداة Spark AI طبعا هذه خاصة بذكاء السماعي وتوليد الصور هناك Graphics مثل الموجودة في Canva تماما يمكننا البحث يعني يمكننا البحث كتابة الكلمة المفتاحية وسوف تظهر لي Graphics يمكننا استعمالها وعندي أيضا التكست كما ترى معي وجد بعض القوالب لكن قليلة يوجد أيضا Elements Photo يعني الصور وعندي أيضا Background وعندي هذه الـ Patterns وعندي الـ Templates هذا كل ما في الأمر Draw، طبعا Draw وأنا أتوقع أن يضيف أدوات أخرى في المستقبل إذن هذه المنصة أول شيء يجب أن تعرفوا أنها مجانية استعمالها مجاني ولكن العناصر كما ترى معي هنا يوجد عليها Go Pro هناك بعض العناصر مجانية وهناك بعض العناصر مدفوعة يعني يجب عليك أن تشترك طبعا الاشتراك يكون بحاليا يوجد عرض يعني يوجد عرض طبعا هو خاص بـ Black Friday وطبعا أعتقد 8.49$ للسنة تشمل تحميل لا محدود يعني تحميل جميع موارد Creative Fabrica بشكل غير محدود وأيضا تشمل استعمال هذه الأدات ستوديو مجانا ولكن استعمال يعني الأدات هي مجانية فقط يعني هذه العناصر أو الـ Elements أو الـ Graphics التي تكون يعني مدفوعة أو قبل كل شيء كما قلت لكم أنا أريد أن أستفيد منها ماديا يعني هذا هو المبتغل يعني كيف نستفيد من هذه الأدات في الـ Business الخاص بنا بغض النظر عن طبيعة ذلك الـ Business هنا سوف نتجه إلى هذه الأيقونة سوف نجد معلومة هنا أعتقد أنها في هذا المكان License الحقوق إذن نقوم بترجمتها طبعا إلى اللغة العربية سوف نجد النص التالي يمكنك استخدام جميع النص المصنوعة باستخدام Creative Fabrica Studio بالطريقة التي تريدها يسمح لك ببيع أو توزيع أو إعادة بيع أو مشاركة جميع التصميمات التي تم إنشاؤها باستخدام Studio مجانا ويشمل ذلك أيضا منصات اتباع عند الطلب أو حسب الطلب والهدايا وغيرها من الاستخدامات الشخصية والمهنية وهذا صالح في جميع أنحاء العالم وإلى الأبد أيضا يقول لك يسمح لك بتضمين جميع الأصول الموجودة داخل الـ Studio بتضمين ذلك على سبيل المثال للحصر الرسومات والقوالب والعناصر والصور والخلفيات والأنماط والأيقونات والمزيد إذا تم تضمينها داخل الـ Studio يسمح لك باستخدامها العناصر التي تم إنشاؤها باستخدام Spark AI طبعا نتكلم عن هذه الأوبشن الأولى الموجودة هنا في هذا المكان Spark AI والتي تعمل عن طريق الذكاء الصناعي لتوليد الصور والأيقونات ماذا يقولون عنها؟ يقولون العناصر التي تم إنشاؤها باستخدام Spark AI مجانية لاستخدام بنفس طريقة يعني بنفس طريقة التي قلوها هنا في الأعلى الخاصة بالموارد أو الأصول الموجودة من قبل إذا نكمل في حين أن الأصول المضمنة متاحة للمستخدمين الآخرين فإن الصور التي تم إنشاؤها باستخدام Spark AI تكون فريدة بالنسبة لك لاحظ أن المطالبة المماثلة يمكن أن تؤدي إلى صور ذات مظهر مماثل ولكن ستكون فريدة دائما هنا يقول لك إذا استعملت نفس يعني الـ Prompt فغالبا سوف تكون الصور متقاربة أو متشابهة ولكن يقول مع ذلك هذا الصور تكون فريدة لك أنت يعني سوف يكون هناك بعض الـ Pixels التي تختلف أو تخريق الفرق ما بين الصورة والصورة طبعا هذا يسمى تفاديا لـ Copyright لأن أمازون مثلا إذا وجدت أن هناك صورة تستعمل من طرف عدة أشخاص فهنا سوف تطالب الحقوق وعندما تطالب الحقوق لن تجد ماذا تبرر فلذلك كريتا فابريكا تفهم ذا الأمر وتضع يعني دائما يعني Pixels التي يمكن من خلالها تفرق ما بين وبين إذا قمت بتحميل أو إضافة أي أصول فتحقق من ترخيص الاستخدام تلك الأصول لا تنترج العناصر التي تحملها من اتفاق الترخيص هذه يعني إذا كنت تستعمل مثلا أي موقع آخر مثلا مثلا Adobe Cloud فعندها يجب عليك أن تحصل على الترخيص من Adobe Cloud وليس لكريتا فستوديو أي علاقة بالأمر طبعا هناك ملاحظة مهمة جدا هنا في الأسفل القيد الوحيد أي المشكل الوحيد أنه لا يسمح لك بأخذ أصل واحد مثل الرسومات ووضعه على خلفية عادية وتصديره وبيعه فقط ماذا يعني هذا طبعا سوف أعطيكم الآن مثال لكي أشرح لكم بالضبط لأنه أعرف أن هناك من لن يفهمها هذه العبارة هذا هو المقصود بالضبط يقول لك ممنوع أن تقوم بعمل خلفية مثلا كذا موحدة ثم تقوم بأخذ يعني غرافيك من هذا المكان وتضعه هنا وتبيع يعني على أساس أن تبيع هذا الغرافيك كـ Digital Project هذا ممنوع مطلقا طبعا هذا معروف في جميع المنصات يسا فقط في Creative Fabrica Studio إذا ما العمل؟ بكل بساطة تضيف تكست تقوم بإضافة فيكتورز آخر هنا آخر هنا تضيف نجوم تضيف إطار تضيف أي شيء المهم أن لا يبقى ألا تقوم بهذا الفعل يعني لا تقوم بوضع خلفية موحدة وتقوم بإضافة elements وتبعه على أساس Digital Product حسن الآن عرفنا نقاط أو عرفنا التفاصيل الخاصة بكيف نستفيد منها تجاريا الآن دعونا نتكلم عن نقاط قوة وضعف هذه المنصة نقاط الضعف صراحة أن المنصة مزادة جديدة ينقصها الكثير من الأشياء من بين الأشياء التي ينقصها وهو تخصيص البحث هنا مثلا في الغرافيك سريد أن نبحث عن كات مثلا لا يوجد عندي هنا خيارات مثلا ماذا فعلت كانفا كانفا قامت بإضافة لك أعدة خيارات تقول لك هل تريد هذا الجرافيك بدون خلفية يمكنك اختياره وتحدد فقط تظهر لك فقط الخلفيات أو الصور أو فيكتورز أو الجرافيكس التي هي بدون خلفية أيضا توجد خيارات أخرى مثلا هل تريد أن يظهر لك فقط المجانية عند تقوم باختيارها يظهر لك فقط المجانية هنا إذا لاحظتم معي غالبية يعني الجرافيكس الموجودة هي مدفوعة مثلا هذه الصورة إذا قمت باختيارها انظر ماذا سوف يحدث حسنا الآن يبدو أنها قد ظهرت بدون مشكلة ولكن غالبا غالبا كانت سوف تظهر هنا مكتوب عليها يعني تكون مشوهة لا يمكن استعمالها دعنا نجرب مثلا صورة أخرى لنرى ربما قد تظهر إذا نعم قد ظهرت بالفعل انظر معي إذا لاحظتم معي سوف تجدون عبارة كرياتيب فابريكة فوق الصورة حتى هذه فيها فقط لم ألاحظه فقط إذا لاحظتم معي جيدا سوف تجدون شعار يعني كرياتيب فابريكة موجودة يعني لا يمكن استعمالها مشوهة إذا لو كان هناك خيار تخصيص البحث مثلا إظهار فقط المجانية كان الأمر سوف يكون ممتع أكثر لأنه كذا صعب أن تبقى تبحث كذا بشكل يدوي كما قلت لكم غالبا لاحظوا معي أما البقية لحدد الآن كما ترى معي كله يعني جو برو يعني يجب عليك أن تدفع هذه النقطة ثانيا هذه التيمبريت يعني كرياتيب فابريكة عندها قوة ولكن إذا عرفت كيف تستثمرها كيف ذلك؟ تعرفون أن كرياتيب فابريكة قبل أن تكون خاصة بتوليد الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي وقبل أن يكون عندها هذا الستوديو ماذا كانت في السابق؟ في السابق كان هناك ما يسمى بالكلاود أو عفوا بالستور يعني يكون منصات يعني فيها صور فيها موارد تلك الموارد في السابق لم يكن هناك ذكاء الاصطناعي كنا نقوم بتحميل تلك الموارد ونقوم بالتعديل عليها نقوم بتحميل صور PNG نقوم بتحميل تكست نقوم بتحميل فونس إلى آخر الآن بعد ذلك الأمر تغير ولكن كرياتيب فابريكة الحدود الآن لديها مكتبة ضخمة جداً تخيلوا معي لو قامت أو استطاعت دمج تلك المكتبة مع هذه الأدات سوف يكون أمر خرافي فمثلا أعطيكم إذن تقوم فقط بكتابة هنا مثلاً لوقبوك تعرفون أن في كرياتيب فابريكة أنتيريور خاص بالكيدي بي كثير جداً ولكن ليه يوجد أكسية حدود الآن حاولت التجربة ولم أجد أكسي ربما لأن المنصة ما زالت خد التطوير أعرف أن هناك علاقة سوف تواجههم تقنياً لأنني أنا أيضاً أعمل في كرياتيب فابريكة عندي متجر في كرياتيب فابريكة وأبيع فيه الأنتيريورز وأبيع فيه أشياء خاصة بالغرافيك ديزاينر فأعرف أنني غالباً ما أو غالبية المنتجات عندي كنت أضعها بصيغة زيب فبالتالي كي تقوم بعملها يعني تقوم بفك الضغط عنها ثم تقوم بتحليلها واستيرادها إلى الأدات يعني برمجياً الأمر صعب قليلاً ولكن أعتقد أن لديها حل المهم هذا ليس موضوعنا موضوع آخر المهم أن ما لم يجيبني كما قلت لكم أن الموالد محدودة بالرغم من أن كرياتيب فابريكة عندها ستور كبير جداً فيه موالد كبيرة جداً ربما هذا لأن المنصة ما زالت قيداء التطوير المهم سوف نرى في المستقبل ما الذي سوف يحدث فإن حدث الأمر فعلاً كما تصوره فسوف تكون ثوره سوف تكون المنصة رقم واحد لأن كما قلت لكم لديهم بيانات تصاميم يعني مليونية أيضاً حتى التكست يعني كما ترمعي لا يوجد هناك يعني تيم بليت سلي التكست كثيرة يوجد فقط هذه القليلة جداً حتى في الإليمنس إذا لاحظتم معي يوجد فقط بعضها فقط حتى أن بعضها فيه بعض المشاكل التي لا يمكن مثلاً هذا لا يمكن أن نقوم بتغيير له اللون على سبيل المثال هذه أعرىها من بين العيوب يعني في كنظة مثلاً أي خط أو أي لينس يعني رابط أو أفواً أي خط متقطع أو مستطيل أو ذور السهم أو كذا يمكن تغيير له اللون هنا لا يمكن إذن هذه من بين نقاط الضعف وكما قلت لكم لأن المنصة الجديدة ما يزال هناك مجالي تطوير سوف نرى ما سوف يحدث في المستقبل الآن الأداة الثانية التي تسمى طبعاً هذه الأداة التي تحول لك من سيغة أو صور من سيغة PNG أو GPG إلى سيغة SVG طبعاً SVG هذه الصيغة تستعمل لأدوبي إلستراتور حيث أن الصورة يتم تحليلها وتصبح فيكتوريزيشن يعني تكون فيكتور يعني يمكن يعني قصها ليس قصها بالإلستراتور يمكن إمساك عناصر وإفلتها على حسب الأشكال الهندسية يعني هناك برمجة خاصة في هذا الباب فيمكن إذن تحويل أي صورة عادية PNG إلى صورة CSVG ويمكن استعمالها في الأدوبي إلستراتور والتحكم فيها بشكل مطلق يمكن التحكم في أي عنصر عن طريقة الإلستراتور هذا كل ما في الأمر شكراً جزيلاً لكم على المتابعة وطبعاً إذا كانت هناك مستجدات سوف أضعوها لكم بكل فرح وبكل صرور إلى اللقاء